كم الراتب الذي تحصل عليه خلال عملك في التلفزيون ما هي المواضيع التي تقومون بتغطيتها هنا في إسبانيا المحقق معه صحفي عربي ومكان التحقيق مقر أمني في مدرين أما المحقق فليس إسبانيا إنما ضابط في الموساد الإسرائيلي لم يكن يعلم الصحفي بأن تقريره الذي لاحق فيه الاستخبارات الإسرائيلية وأساليبها في تجنيد العملاء سيحوله إلى هدف لها تقص أثره وتتابع تحركاته تبدأ القصة باتصال هاتفي بمراسل التلفزيون العربي في إسبانيا معاذ حامد طلب منه مراجعة مقر الحرس المدني الإسباني وحين وصوله إلى المقر يتفاجأ حامد بأن الضابط الموجود في المقر الحكومي الإسباني ما هو إلا ضابط بالموساد الإسرائيلي أما محور التحقيق والأسئلة التي وجهت له فهي عن مصادره في تحقيق قام به مسبقا ونشر في موقع وصحيفة العربي الجديد أثبت بالوثائق محاولات الموساد الإسرائيلي الإقاع بفلسطينيين في أوروبا وتجنيدهم للتجسس لصالحه في تركيا وحمل التحقيق عنوان هكذا يستهدف الموساد فلسطيني الخارج في دول أوروبية وبعد انتشار الخبر نشرت صحيفة بوبليكو الإسبانية تحقيقا مطولا حول الحادثة رفض الحرس المدني ووزارة الداخلية والسفرات الإسرائيلية التعقيب على أسئلته وقد أكدت صحفة الإسبانية أن ما حدث خطير جدا ومن المستغرب كيفية عمل بعض قوات الشرطة الإسبانية مع الموساد الإسرائيلي أما التلفزيون العربي فقد دان بشدة ما حصل مع مراسله ووصف مدير القناة عباس ناصر بأن ما حدث بلتجة بلباس رسمي حامد الذي شبه التحقيق بكمين تعرض له وبأنه استدعاء غير شرعي أكد أنه رفض مطلقا الإفصاح عن مصادره موضحا أنه رفع مجموعة شكاوي إلى وزارة الداخلية الإسبانية مع تخطيطه مستقبلا لمقاضات جهاز الحرس المدني نحن الآن هناك خطوات قانونية كنت بها شخصيا إضافة إلى المحامي الخاص به لمقاضات الجهة التي قامت بذلك